موسيقى وزير الخارجية يبلغ مشاعر الأخوة والمواد من رئيس الجمهورية السيد عبدالعزيز بوتفليقة إلى رئيس جمهورية ميجر محمد إيسوف موسيقى احياء لليوم الوطني للهجرة نشاطات للاستحضار ودعوات للوفاء والاعتبار عبر الوطن ومن العاصمة الفرنسية باريس استذكار لتضحيات أفراد الجالية من أمام نهر السين ودعوة إلى استرجاع جماجم الشهداء موسيقى مصنع الإسمنت سلاس بسكرا يدخل مرحلة الإنتاج ووزير الصناعة والمناجم يعلن عن رفع الحظر عن تصدير مادة الإسمنت خلال العام المقبل موسيقى في ملف محليات نوفمبر دربال يجدد التأكيد على حيادية واستقلالية الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات ودوائر الانتخابية عبر الوطن تشهد عملية القرعة الخاصة بالإشهار موسيقى ورهان على رفع جودة المنتوج ورفع الانتاج لولوج الأسواق الدولية موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نستهل نشرتنا بالتعاون الإفريقي وفي آخر محطة في جولته التي قدته إلى عدد من عواصم دول الساحل استقبل أمس وزير الشون الخارجية عبدالقدر مساهل بين يامي من قبل رئيس النيجر محمد إيسوفو حيث بلغه مشاعر الأخوة والمودة من رئيس الجمهورية سيد عبدالعزيز بوتفليقة وكذا إرادته والتزامه بتعزيز العلاقة الثنائية والتشاور حول القضايا الإقليمية من جهته كلف رئيس النيجر مساهل بتبلغ تحياته الأخوية ومشاعر التقدير لرئيس الجمهورية سيد عبدالعزيز بوتفليقة وبالمناسبة أعرب رئيس سوفو الذي نوها بجودة العلاقات المتميزة بين البلدين عن ارتياحه للديناميكية التي تميز العلاقات الثنائية وخير دليل على ذلك تبادل الزيارات على أعلى مستوى بين البلدين وبعد الاستقبال أدل وزير الشؤون الخارجية بالتصريح التالية اشتركوا للمشاهدة وبعد الاستقبال برئيس تي .... في المترجم من المقال 2017 ونحن نعضب بجاضعة في المترجم التقدير لفضيل ومن ثم يتعلق لأيكي من المترجم الانتقابة في الأمقال العمل بكات الألجار أشتركوا簡單 به鈴겸 في هذا المترجم الانتقابة هي مللتاية ، هي ملتاية ، هي ملتاية ، هي ملتاية إيجابة لذلك سنة إشتركتها ملتاية اعطى أن نشيقين بطريقة لذلك حتى نشيقنا في الامع التعامل بينما يجعل الإلغيري بالأسرق اللي بمتاني ببعض العقرين سيكون من عقل الإنغرية لذلك نظر الإنغرية ويستمرتع لذلك وهي يمنى أن أشعر المشاركات ليه مفاجدة ونحن المنظمون بأن شعورة تسايرات ونجير هل يمكن أن تحرير أو أن نلعب بالنسبة وأن تنظرنا إلى توفيد المنظمين على علاقات حول التواريسة Il y a une autre menace qui est également liée au terrorisme, c'est le crime organisé. Il y a beaucoup de grands trafics qui se font, y compris des trafics humains. Il y a également la migration clandestine qui nous préoccupe. Nous avons bien sûr évoqué la situation en Afrique et les prochaines échéances qui attendent nos chefs d'État, notamment le sommet d'Abidjan entre l'Union africaine et l'Union européenne. وفي التعاون الجزائري الأوروبي يقوم وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مسهل اليوم وغدا بإزيارة عمل إلى المؤسسات الأوروبية ببروكسل حيث سيلتقي مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فديريكا موغيريني ورئيس البرلمان الأوروبي أنتونيو تاجاني وخلال هذه الزيارة سيترأسهم سهل منصفة مع فديريكا موغيريني نائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية الدورة الأولى للحوار الرفيع المستوى بين الجزائر والاتحاد الأوروبي بخصوص الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب كما سيلتقم سهل اليوم رئيس البرلمان الأوروبي أنتونيو تاجاني حيث سيتبحث الطرفان حول سبل ووسائل تعمق الحوار البرلماني في الوقت الذي ينعقد فيه ببروكسل غدا الاشتباع البرلماني المشترك السادس عشر بين الجزائري والاتحاد الأوروبي في تعاون البرلماني أجرى رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح على همشي أشغال الجمعية السابعة والثلاثين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي بمدينة سان بيترسبورغ بروسيا أجرى محادثات مع عدد من رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفودي المشاركة المزيد مع وليد قادري مشاركة رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح في الدورة المئة والسابعة والثلاثين للاتحاد البرلماني الدولي هي فرصة سمحت بتقديم وجهات النظر الجزائرية تجاه القضايا والإشكاليات المطروحة في الدورة مثلما كانت فرصة لعدة لقاءات لا تقل أهمية لقاءات جمعت بن صالح بالعديد من رؤساء الهيئات المشاركة بدءا من محادثات مع رئيس مجلس الأمة لنيجيريا أبو بكر بوكولا ساراكي تمحورت في تكثيف التشاور والرقي بالعلاقات البرلمانية إلى مستوى العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين وإلى أوسع من ذلك ذهبت المحادثات بين بن صالح ورئيسة المجلس الوطني للمقاطعات لجنوب إفريقيا والتي صبت في ضرورة الحرص على تفعيل دور الاتحادات للبرلمانية القارية وجعلها أكثر تأثيرا في حل النزاعات وبالأخص تصفية الاستعمار في القارة السمراء وفي لقاء آخر مع رئيس مجلس الولايات لجمهورية السودان إبراهيم أحمد عمر تميز الحوار بالثناء على توافق الرؤى بين البلدين والبرلمانين فيما يخص القضايا المصيرية والتحديات المشتركة وفي العلاقات البرلمانية الجزائرية السويسرية تركز اللقاء الذي جمع بن صالح برئيس مجموعة الصداقة البرلمانية السويسرية كلود هاش حيث أبدى الطرفان الاستعداد لرفع مستوى التنسيق في الهيئات البرلمانية الدولية سلسلة لقاءات رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح سمحت أيضا بمناقشة دور الهيئة البرلمانية العربية وسبل الوصول إلى توافق بين البرلمانات العربية في المحافل الدولية وهذا في لقاء جمعه بالأمين العام للاتحاد البرلماني العربي فايز الشوابكة في الذكرة التاريخية وفي اليوم الوطني للهجرة تستحضر الجزائر اليوم إحدى المحطات البارزة في نضال الشعب الجزائري السبع عشر أكتوبر واحد وستين يوم أليم قمع فيه الجزائريون بوحشية من قبل قوات أمن مقاطعة الثان بقيادة السفاح مغيس بابون الذكرة تعود إذن بعد 56 سنة ومن الوفاء لهؤلاء الشهداء أن نستذكر تضحيتهم والاستذكار تشهده ولاية سوق هراس بنشاطات وتظاهرات مخلدة أشرف عليها وزير المجاهدين طيب زيتوني تحت شعار الوفاء العبر والاعتبار نوردي من عبزة مراسيل الاحتفال احتضنتها عاصمة القاهدة الشرقية سوق هراس وفي الندوة التاريخية حول مظاهرات 17 أكتوبر واحد وستين تحدث وزير المجاهدين عن الرصيد التاريخي المكتسب بفضل التضحيات وما تحقق من انتصارات تنوية أيها الحضور الكريم يتعين علينا ونحن نخلد الذكر السادس والخمسين لمدارات 17 أكتوبر واحد وستين وتسعمائة والف أن نستلهم العبر والدروس من تاريخنا المجيد للحفاظ على الأمانة وصول الوديعة التي تركها الشهداء والمجاهدين مخلصين لأولئك الأبطال الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وفي سبيل الوطن وجعلوا من أرواحهم وسيلة للحفاظ على شرف هذه الأمة التي يقودها اليوم هذا الجيل الجليل والعظيم عظمت مواقفه وها نحن اليوم وصلنا إلى مرحلة سجلت فيها الجزائر انتصارات تلوى الانتصارات انتصارات لرجاع كلمة الجزائر الدولية ومهابتها في المحافل الدولية انتصارات في تطبيق المشاريع القبرى انتصارات في مجال التنمية بصفة شاملة انتصارات وإصلاحات عميقة أعطت للمواطن الجزائر مكانته الحقيقية ووهبته الحق في الحياة الكريمة وكانت هذه القواعد المجسدة في الدستور بمثابة النظام القوي الذي يجعل كل منا يتمتع بالحياة في إطارها اللائق كل ذلك يقوده فخامة الرئيس المجاهد عبدالعزيز بوتفليقة وفي لقاء الإذاعي صرح الطيب زيتوني عن تسيد لمركزية القرار لداية من أول جنف في المقبل كل القرارات وزارة المجاهدين التي كانت ينتظر فيها من المجاهدين وذوي الحقوق قال ما جرش القرار من وزارة المجاهدين ابتداء من أول جوزي 2018 لا يوجد قرار يوضع على مستوى المركزي لا مركزية كل القرارات ستكون ابتداء في كل المصارح على مستوى المحلي للولايات ميدانيا عاد الوزير المرضى من المجاهدين فضلا عن إطلاق التسميات على الإقامات الجامعية الثلاث باسم المجاهدين المتوفين معارض أقيمات وإزدارات المزارة من كتب الذكرى الستين لعيد الثورة أهضيت للجامعة والمكتب العمومي للمطالع وبمناسبة اليوم الوطني للهجرة بعث وزير شون الخارجية عبدالقادر مساه رسالة أكد فيها أن تاريخ السابع عشر أكتوبر سيبقى عالقا في ذاكرة الأمة مع كل صفحات التاريخ التي كتبت بدم شهداء الذين سقطوا في ميدان الشرف والجزائر تحيي كل سنة ذكرى الشهداء الذين سقطوا دحية الهمجية الاستعمارية خلال المظاهرات السلمية التي قوبلت بالقمها الدموي مذكرا لجيال المستقبلية بالذكريات الألمة التي عاشها الجزائريون والتضحية الجسام من أجل استرجاع السيادة الوطنية والخلفية التاريخية لهذه المحطة المفصلية من تاريخ الجزائر وبالعاصمة الفرنسية باريس حيث وقعت الجريمة النكراء تمامس استحضار الذكرى التي اقترفها المستعمر الفرنسي في حق المتظاهرين الجزائريين ضد الإجراءات القمعية والتعسفية للمستعمر الاحتفالات حضرها السفير الجزائري بفرنسا رفقتها شخصية ثورية التغطية لعفف بالهشات والتعليق لنعيمان ويوات في هذا المكان نهر السين وسط باريس رمت وقتلت فرنسا الاستعمارية جزائريين عزل نادوا بالحرية على أرض الحرية في 11 أكتوبر 61 تسع مائة وألف طريق يمثل أحد المآسي الإنسانية الباردة التي يقبل جزائرينا نسيانها وفي الدكرة جروح غائرة لمن عايشوها وفي الدكرة جزائريين عزل نادوا بالحرية وفي الدكرة جزائريين عزل نادوا بالحرية ولأن الجرمى يبقى جرمى فلا يمكن لفرنسا محو هذه الصفحة السوداء من تاريخها وإن اعترفت أصوات من داخلها يمكن أن نفسها رأكواث بطريق نزل محوضة يمكن أن نسيطان تعرف بطريق؟ انا أسمق أن المحوضة من الدكرة المفت DIRECTOR Aujourd'hui, les relations entre Paris et Alger, entre la France et l'Algérie, sont des relations qui sont faites d'une histoire qui est assumée et d'une histoire qui se projette dans l'avenir. Et je crois que c'est très très important de pouvoir reconnaître la vérité historique pour se projeter dans l'avenir. On n'a pas assez parlé de cette histoire commune et je pense que beaucoup des blocages de la France viennent de cette espèce de non-dit, de ce silence sur ce sujet qui est vraiment très très important dans la société française. Sompson yuqabili Hulge zayirina depuis 56 ans d'éclatement à la mort de la mort. Ils ont fait la mort du déclatement. Ils ont fait la mort de l'agil. 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 Si nous venons à mourir, nous devons défendre notre mémoire. C'est dit par le m'hidi. C'est ça, hein ? Quand on vient en France, on sait qu'il y a des crans de nos combatants détenus au milieu du l'homme. Nous avons des traditions, نحن 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 ومعادة زيارته للجزائر وهو الاعتراف بماضي فرنسا الاستعماري وجرائمها ضد الإنسانية وبالمناسبة تظاهرات ووقفات للتخليد والاعتبار عبر مختلف مناطق الوطن رسدتها فتحياب العالية في هذا التقرير من منا لا يتذكر أحداث مظاهرات السابع عشر أكتوبر واحد وستين وما صورته من وحشية الاستعمار في ردع الاحتجاجات السلمية للجزائريين المختربين بباريس ضد حضر التجوال المطبق ضدهم ليواجهوا بأبشع أشكال القمع والتنكيل من قبل الشرطة الفرنسية لموريس بابون ولأن تفاصيل جريمة ما يسمى اليوم يوم الهجرة أبت إلا أن تكتب أحداثها في صفحات التاريخ وفي ذاكرة الشعب يعتز بثورته المجيدة نحيي اليوم هذه الذكرى لتحفظ في ذاكرة أجيالنا عبر كامل ربوع الوطن ومن خلال الترحم على أرواح شهداء الواجب وتكريم الأسرة الثورية وتنشيط ندوات تاريخية تحمل شهادات حية على أحداث هذا اليوم من تاريخ الثورة وعرض أفلام وثائقية بحضور شخصيات تاريخية ووطنية هامة واجبنا كمجاهدين وكأحزاب سياسية وكمنظمات وطنية وجمعيات ومواطنين الشرفاء هو التمسك بمطالب شعبنا المشروع في إجبار فرنسا على الاعتذار وتعويض ما نهبته من خيرات هذا الوطن طيلة 132 سنة من الاحتلال والإقرار بكل جرائمها هي ليست مزدوجة فقط ولكن ثلاثية الأولى هو أننا بالأمس قد احتفلنا بيوم المرأة الريفية واليوم نحتفل بافتتاح السنة الدراسية ولكن اليوم 17 أكتوبر الاحتفال بـ 17 أكتوبر اللي هي محطة هامة من محطات طورتنا المجيدة وكشهادة على إصرار جيل اليوم على حمل المشعل ورفع راية الجزائر من خلال استكمال معركة التشييد والبناء فإن هذه المناسبة من تاريخ الجزائر المجيد تشهد اليوم على تشييد العديد من المشاريع التنموية في عديد ولايات الوطن ووضع أخرى حيز التنفيذ كما حملت بعض المرافق العمومية الهامة أسماء بعض المجهدين وشهداء ثورتنا المجيدة التي تحمل تاريخ شعب ترك بصمته في سجل الثورات العالمية أشرف أمس وزير الصناعات والمناجم يوسف يوسفي بيبسكرا على تدشين مصنع سلاس لليسمانت الذي يندرجه ضمن شركة بين متعامل جزائري ومجمع لفاغج وفقا لقاعدة 51-49 يوسفي أعلن بالمناسبة عن رفع الحضر عن تصدير الإسمنت وشروع خلال العام المقبل في عملية التصدير سهيلة حريرية مصنع إسمنت سلاس جامورة هو ثمرة شركة جزائرية فرنسية بين مجموعة سواكري ومجموعة لافارج والسيمة برأس مال يقدر بـ 35 مليار دينار وطاقة إنتاجية تقدر بـ 2.7 مليون طن سنويا وهو ما يرفع الإنتاج الوطني إلى نحو 24 مليون طن سنويا بما يغطي الحاجة الوطنية من الإسمنت ويفتح الباب أمام التصدير مطلع العام المقبل وفي المستقبل الهدف يكون الأسمنت من أبرز المنتجات الصناعية التي تتصدر خير الحركات وزير الصناعة يأكد دعم الجزائر لاستثمار وجدد تمسكها بقاعدة 51-49 وقال إنها لا تشكل عائقا أمام المستثمر الأجنبي الوزير التقى في ختم زيارته بالمصدرين والمستثمرين في مجال الصناعة الغذائية للاستماع لانشغالاتهم سدر في الجريدة الرسمية القرار القاضي بفتح الإعلان عن الترشح لمنح رخص إنشاء خدمات البث التليفزيوني الموضعاتية القرار يمنح سبع رخص لإنشاء سبع قنوات للبث التليفزيوني تتعلق بالأحداث السياسية الاقتصادية والاجتماعية الثقافية الشبابية فن الطبخ الاكتشافات المسلسلات لجانب الأحداث الرياضية سمية علوي المزيد القرار القاضي بفتح الإعلان عن الترشح لمنح سبع رخص تنشأ بموجبها سبع خدمات للبث التليفزيوني الموضعاتي هو قرار يؤكد مضي الجزائر نحو تجسيد المادة السابعة عشرة من القانون السمعي البصري الذي يهيب بهذه القنوات التليفزيونية نقل الأحداث السياسية والاقتصادية وبث الحقائق الاجتماعية والثقافية والرياضية إلى جانب الاكتشافات وكل المواضع التي تقدم خدمة لجمهور مالك للحق في الإعلام ومعرفة الحقيقة من مصدرها المعنيون ومن يستوفون الشروط المنصوص عليها يمكنهم تسلم الوثائق المكونة للملف من مصالح سلطة الضبط السمعي البصري التي ترفقهم بنسخة من دفتر الشروط العامة طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-220 المحدد لكيفية تنفيذ الإعلان عن الترشح على أن تودع الملفات لدى سلطة الضبط في آجال لا تتعدى 60 يوما ابتداء من تاريخ أول نشر أو بث للإعلان عن الترشح في وسائل الإعلام الوطنية أرخص إنشاء خدمات اتصال سمعي بصري سيكون باللغتين الوطنيتين الرسميتين العربية والأمازيغية بيد أن الحصلين على رخص البث التلفزيوني الموضوعاتي يمكنهم استعمال اللغات الأجنبية في البرامج الموجهة للبث في الخارج بث يخضع لمواصفات تقنية تنظوي تحت سلطة الرقمنة الضامنة للوضوح والدقة في الصورة كما المعلومة الحق دون سواها بعد جولة قادته إلى مختلف في أنحاء الوطن زار أمس رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبدالوهاب دربال مقرات الهيئة المستقلة بسيدي بالعباس حيث اطلع على سيري وظروف التحضير لهذا الموعد الانتخابي عمريان هاري بعد جولته عبر مراكز ومقرات مراقبة الانتخابات عبر ولاية الوطن عبدالوهاب دربال رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات المحطة اليوم كانت له بسيدي بالعباس أين تلقى كل التفاصيل حول العملية الانتخابية وأكد على ضرورة تطهير القوائم المسجلين في الهيئة الناخبة وتفادي الأخطاء في الأسماء والتكرار وتكوين المؤطرين والتحضير الجيد لهذا الموعد المصيري نحن في الحقيقة متابعين للتحضيرات العملية الانتخابية للمراحل اللي مرت سواء كان تطهير الهيئة الناخبة وبالنسبة لنا أمر مهم للغاية وخاصة لعمليات الشطب والتحصيل الجديد بعد التطبيقات الموجودة لكن التطبيقات الآن بالنسبة لنا أصبحت مكسب نحن نبحث على تطهير أكثر وهذه الإمكانية موجودة وبالمناسبة تم زيارة مقر البلدية رفقة أعضاء الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات للوقوف على سير العمل في إعداد بطاقات الانتخابات ومراكز ومكاتب التصويت للإطلاع عن كثب وعن قرب على كل الإجراءات المتخذة قانونيا وأيضا على سير العملية عملية التحضير لانتخابات 23 من نوفمبر التأطير الجيد العملية الانتخابية سينعكس إيجابا على نسب المشاركة ونتائج الانتخابات وبمقر المداومة الولائية للهيئة العلية المستقلة لمراقبة الانتخابات بتمرست جرت عمليات قرعة الترتيب أوراق التصويت وإشارة ترشيحات بحضور مختلف التشكيلات السياسية والإدارة المحلية كما جرت تمسيب مقر المداومة الولائية للهيئة العلية المستقلة لمراقبة الانتخابات بورغلة عملية القرعة الخاصة بما أماكن إشارة ترشيحات وترتيب أوراق الانتخابات بمكاتب الاقتراع وذلك بمشاركة 14 تشكيلة سياسية تطبيقاً لمخطط الاتصال لسنة 2017-2018 وبمناسبة الذكرى الخمسي لتأسيسه ينظم المعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد ابتداء من يوم أمس وإلى غاية الحادي والعشرين من الشهر الجري أبواباً مفتوحة حول الإعلام الجغرافي على مستوى قصر المعارض الصنوبر البحري بالجزائر التظاهرة أشرف على افتتاحها لواء عمر فاروق زرهوني رئيس مصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد بدائرة الاستعمار الاستعمالي والتحذير لأركان الجيش الوطني الشعبي حيث نوها في كلمته الافتتاحية بالاهتمام الكبير الذي تليه القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لميدان الإعلام الجغرافي مشهيداً في الوقت ذاته بإنجازات المعهد منذ تأسيسه سنة 1967 ودور الاستراتيجي الذي يلعبه في أعداد الخرائط بمختلف أنواعها لفائدة قوتنا المسلحة ومختلف الهيئات التابعة للقطاعين العمومي والخاص لا سيما في مجالة التخطيط ودراسة المشاريع التنموية وتهتف هذه التظاهر إلى التعرف بالمنتجات الخرائطية للمعهد وكذا تثمن المستوى العالي المحصل في ميدان التحكم في منظومات الإعلام الجغرافي والكشف عن بعد والتكنولوجيات الفضائية المخصصة للتطبيقات المدنية والعسكرية تم إنشاء المحل الوطني للخرائط والكشف عن البعد للتكفل بالاحتياجات من المعلومات الجغرافية وكذا الرد على جميع طلابيات الجيش الوطني الشعبي والتنمية البلاد وبمهمة أولية ألا وهي تغطية كافة ترى بلادنا وفي إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال النجاة للمعلومات وقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس الأول عنصر دعم للجماعات الإرهابية بجيجل وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة ضبطت مفارز أخرى بكل من الوادي بوجباجي بختار عين جزام ثلاثة مركبات ربعية الدفع من أز وأززاد من ستة أطنان من المواد الغذائية واثنى عشر قنطارا من النحاس ومعدات التنقيب عن التهب في حين وقفت مفرزة نقرة للجيش الوطني الشعبي وحراس الحدود وعناصر الدرك الوطني ثلاثة تجار مخذرات وضبطت أززاد من 27 كيلوغرام من الكيف المعالج وأكثر من 770 قرصا مهلوسا بكل منتلمسان وأم البواقي ومن جهة نقرة تم توقف واحد وستين مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل منتلمسان عام بشار أدرار وعنجزامة أشرفت نائب رئيس قسم المؤسسة الوطنية والمكان المزمات الجهوية بالمفوضية السامية للأمم المتحدة السيدة أفران شهر زادة على ورشة عمل حول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومبادئ باريس اللقاء تناول سبل التنسيق والتشاور بين الهيئتين في مجال تعزيز وترقية حقوق الإنسان وبالمناسبة تم توقيع على اتفاقية تعاون بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومعات جلاف لحقوق الإنسان الاتفاقيات تأتي غدا تستلام الجزائري رئاسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الفكرة إنشاء هذه الشبكة كانت فكرة فخامة الرئيس في 2008 وجزدت في نواكشوت في 2011 وهو كما تعلمون كل التغيير الذي تم في دستور 2016 كل التغيير ينصب حول حماية الحريات والحقوق وكما سبق أنوان ذكرت نعطيكم مثال وهو المادة 60 من الدستور المادة 60 من الدستور تشير إلى المبادئ التي تتبع في مجال التوقف للنظر هذا مكسب كبير وهذه المنظمة الغير حكومية البياغي التي تكلمت عليها هي تتكلم على هذا النقلة النوعية التي وقعت في حقوق الإنسان في الجزيرة اتفاقية التعاون بتهدف إلى رفع قدرات الأعضاء الموجودين داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأيضا منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية التي عامل في ميدان حقوق الإنسان الجانب الآخر أيضا فيه إطار بتاع الدراسات وبحوث مرتبطة بعدد من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان ومساعدة الدولة الجزائرية أيضا والمجلس الوطني لحقوق الإنسان فيما هو مرتبط به إعداد التقارير الدورية التي تقدم الجمهورية الجزائرية للآليات التعاقدية بمنظومة الأمم المتحدة في جديد الصحراء الغربية نشط أمس أحمد بخاري ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة ندوة صحفية تطرق خلالها إلى زيارة المبعوث الخاص للأمين العام الأممي هورس كولر إلى المخيمات الصحراوية اليوم وغدا الزيارة هذه تعد الأولى بعد تعيينه في هذا المنصب شهر أوت المنصرم إضافة إلى حادثه عن المعركة الدبلوماسية التي تخوذها جبهة البوليساريو على المستوى الدولي بخاري أعرب عن استعداد الجبهة للتعاون مع المبعوث الأممي الجديد من أجل تسوية النزاع في الصحراء الغربية نحن نعتبر أن الحل القضية الصحراوية لا يمكن بتاتا إلا باحترام حق الشعب الصحراوي في الاستقلال وفي تغارير المنصر هذه هي الشرعية الدولية ولكن هذه هي الإرادة الشعب الصحراوي ولن نسمح أبدا بالتآمر على هذا الحق ونرى أن حل القضية الصحراوية على هذه الوسس يعني ما هي إلا مبشر للخير والاستقرار في المنطقة والتعاون في المنطقة على الميدان الاقتصادي والأمني بقية أخبارنا الدولية نتبعها مختصرة في هذا التقرير مع دليلان زيادة تمكنت القوات العراقية من السيطرة على العديد من المشآت للنفط والغاز بالقرب من مدينة كاركوك فيما تستمر القوات الكردية في الانسحاب من المناطق المتنازع عليها الشمالة وشرق العراق هذا وقد أصفرت أمس اشتباكات مع قوات الحكومة الاتحادية في مدينة كاركوك عن مقتل خمسة وعشرين كرديا وجرح العشارات بعد معارك شرسة تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من السيطرة على مدينة الرقة نهائيا وتحرير أزيد من ألف وخمسمائة مدني من قبضة ما يسمى بتنظيم دعش الإرهابي فيما تتواصل المعارك في بعض أحياء المدينة مع بقايا مسلحية تنظيم قتل 71 شخصا وأصب العشرات في هجومين للطالبان وقع في كل من ولايتين غازني وباكتيا جنوب البلاد ويعتبر هذا الهجوم الأكبر من نوعه تشهده البلاد هذا العام وأكدت القوات الأفغانية استعدادها لمكافعة الإرهاب والقضاء عليه بعد فوز الحزب الاشتراكي الحاكم في الانتخابات الإقليمية الفينيزويلية أكد الرئيس نيكولاس مادورو أن شعبه بعث برسالة قوية للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها هذا في وقت أكدت فيه الحكومة تمسكها بالحوار مع المعارضة عودة إلى أخبار الوطن حيث أشرف أمسي وزير السياحة والصناعات التقليدية حسن مرموري بحضور عدد من الوزراء وولي العاصمة على حفل طبعة الخمسة عشرة للجهزة الوطنية للصناعات التقليدية والفنية والتي شاركت فيها خمس فئات من مختلف الولايات تأهلت من خلالها لنهايات للتنافس وتمكن الأحسن من حيث الابتكار والإبداع من الفوز نجوة أخذر قريقة خمس تحاف حرفية لخمسة مجالات نشاطات في الصناعة التقليدية شاركت في الطبعة الخامسة عشر لجوائز الصناعة التقليدية والفنية تشجيعا للحرفيين وتحفيزهم على ترقية الإنتاج التقليدي والحفاظ على الإنث الوطني ثلاثين عام ونخدم في التساج نعطي الخدمة للإنساء ونعطي الخدمة للديار ونعطيهم الديبلوم والحمد لله وكان إنساء يجو يخدموا عدنا ويدو الخدمة بيعيشوا نقوم بإلساق الصوف برسومات فنية على الصوف الحر هذه الصوف الحر صوف منسوج نسيج يدوي نسيج يدوي هذا ياخذ وقت طويل من ستة أشهر إلى ما فوق كذلك هذا الصوف كيفية ترسم هذه الرسومات عبارة عن رسومات للتعصيلي التركيز على جودة المنتوج التقليدي خاصة الموجه باله للتصدير والقدرة على تكيف المنتجات الحرافية بعاب تطلبات الأسواق هو ما أكد عليه وزير السياحة والصناعة التقليدية خلال تكريبه للفائزين بالجائزة اليوم التحدي يتمثل في أننا كيف نسويق هذه المنتجات أول خطوة هي أن الحمد لله التحسن في النوعية هذا ما يجعل هذه المنتجات في تنافسية نوعا ما ويمكن أنها تكون سواء في أسواق وطنية وكذلك أسواق حتى في الخارج التنوع في العمل الحرافي والصناعة التقليدية والترويج والتسويق له يساهم في التنمية السياحية وخلق التنوع ونختم نشرتنا بالسهرة ما قبل الأخير للمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية في طبعته التاسعة والتي كانت أمس مكسيكية ألمانية يابانية جنوب إفريقيا والجمهور كان جزائريا وتلقى فنا عالميا راقيا في فضاء دار الأوبرا أبو علم بالسائح حيشا موميدا السهرة ما قبل الأخيرة من المهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية كانت رباعية بدايتها بثلاثي المكسيك فأوركسترا يوكوهاما اليابانية ثم ثلاثي فيفي فاسيليفا من ألمانيا ثم مجموعة غارونا من جنوب إفريقيا كانت تجربة جميلة لنا الجمهور كان متلقيا جيدا وأحسسنا بدفئه وهذا جيد لنا كفنانين أن نلمس تجاوب الجمهور ساعدون بمشاركتنا في طبعة هذا المهرجان بالجزائر مؤدي موسيقى جميلة الليلة مثل بعض الطانجو ببعض التعديلات للآلات الموسيقية لننقل الفصول الأربع لبوينوس آيروس مبدعون من عديد البلدان قدموا في مجملهم إرثهم الفني وثقافتهم الشعبية بلمسة سمفونية موسيقى حضرنا بمناسبة مرور خمسة وخمسين عاما من العلاقات الدبلوماسية بين اليابان والجزائر برنامجا خاصا يجمع بين إبداعات اليابانيين والجزائريين ثقافة غنية في إفريقيا نعلم أنه في وقتنا الموسيقى السمفونية تقليدية جدا لذا نحاول إدخال العناصر الإفريقية إليها ليتمكن الناس من التمتع بتذوقها ولنثبت أن إفريقيا بإمكانها امتلاك موسيقى سمفونية جيدة تعجب الجمهور هي طبعة تسعة لمهرجان دولي يؤكد نجاه كل مرة بمشاركات نوعية وحضور جمهور يواصل تذوقه لهذه الموسيقى العالمية هكذا إذن نصل إلى ختم النشرة شكرا لكم على المتابعة إلى اللقاء موسيقى اتطالعوا على أحوال الطقس مع موبيليس موسيقى موسيقى